اشتركوا في القناة فأما الجهمية فقد عطلوا الأسماء عن معانيها وجحدوا حقائقها وقالوا إنما هي ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني فيطلقون عليه اسم السميع البصير والحي والرحيم والمتكلم والمريد ويقول أن لا حياة له ولا سمع ولا بصر ولا كلام ولا إرادة تقوم به ويدخل ضمن هؤلاء المعتزلة الذين يثبتون الأسماء وينفون الصفات والأشاعرة الذين يثبتون الأسماء وينكرون بعضا من الصفات فيشمل الجميع وصف التعطيل حيث أنهم عطلوا الله تبارك وتعالى عما سمى ووصف به نفسه وسماه ووصف به رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهم غلاة الجهمية الذين ينفون عن الله الأسماء والصفات وهؤلاء كلهم ظالون مضلون وأما المشبهة فهم القائلون بأن بصر الله كبصري ويد الله كيدي ونحو ذلك ومذهبهم باطل بدلالة السمع والعقل والحس والفطرة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأما أهل السنة والجماعة فإنما ذهبهم في الأسماء والصفات إثبات ما أثبته الله لنفسه من الأسماء والصفات وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل وأن الله موصوف بصفات الجلال والكمال والجمال ما من صفة كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه فالله أولى بها وما من صفة نقص فالله منزه عنها وأنهم يثبتون الألفاظ بما دلت عليه من معاني مع اعتقادهم أنهم لا يحيطون علما بكمالي ومنتهى صفاته تبارك وتعالى ويرون أن الله أعلم بنفسه ورسوله صلى الله عليه وسلم أعلم البرية به من سائر القلق وما كان الله يذكر في كتابه ولا رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته ما لا يفهم معنى أو يخالف ظاهرة